إذا يجحى بايبي عاملين إيه؟ النهاردة بنتكلم عن مرخص سريع لأحداث الحلقة الأولى لمساسة كريستال النهاردة حبدأ أعرفكه على الشخصيات واللي في الصورة دي هي فيه بنت طيبة جداً وبتحب عليها جداً جداً هي يعني مسيلتها الأعلى عايزة تكون زيها دي عليها شخصية عنيدة قوية جداً مصممة أزياء شهيرة ونفسها فيه تكون زي عليها بالزبط الشخصية دي كان فيه بينها وبين الدكتور جواد فياد علاقة من زمان وهي نفسها ترجع تاني اللي في الصورة ده هو دكتور جواد فياد الفنان محمود نصر واللي حيبدأ يظهر في أحداث الحلقة الأولى وحيبدأ يتعرف على فيه عن طريق الصدفة فيه اللي مفروض إنها موجودة في الأصر لأن أبوها هو النطور في الأصر يعني تبواب وبيشتغلوا هناك كلهم يعني عندها أختين أو ثلاث إخوات بنات بيشتغلوا هناك كلهم في المطبخ وبيخدموا الست علياء اللي بترجع من السفر علشان خاطر تحضر جنازة أبوها وبعد كده بتلاقي في الوصية إن هي المفروض تكون موجودة وما تمشيش دي وصية أبوها إن هي ما تمشيش من البلد وتفضل موجودة ودي وصيته وطبعا بتتدايق لأنها كانت عايزة تسافر بنبدأ نتعرف على أخوها باسل اللي في الصورة ده مريض نفسي محبوز دايما في قطط وكمان بيعملها معاملة وحشة وما بيحبهاش لأن هي أصلا مش بتحبه ومسافرته دلوقت وسايبها لوحده فهو بيكرهها لكنه بيحب فيه جدا جدا ومتعلق بيها لدرجة المرض لدرجة إن هو سرق قلة من أخته علشان يديها الفي تروح بيها الحفلة اللي في الصورة ده هيكون أبو فيه واللي بيشتغل نطور أو بواب فيه الأصر واللي في الصورة ده هو خطيب فيه حبيبها يعني بتحبه بس هو فقير وعلى قد حاله المفروض إن في حفلة هي عايزة تروحها وبتطلب منه إن هو ما يجي معاها في البداية بيرفض لكنه علشان خاطرها بيروح هو متعلمش علشان خاطر فقير وكمان كان بيشتغل في سن مبكر أبو يعني بيشرب كتير خمرة وبيكون دايما سكران لدرجة إن هو ضربه قبل كده علشان خاطر ياخد منه فلوس ويروح ويسكر بيها المفروض إن عليا بتحب دكتور جواد فيد من زمان وبتدعوه علشان ييجي عندها في البيت وبتاخده على قوضتها علشان خاطر يتكلمه مع بعض وترجع حبها القديم في نفس القوضة كانت موجودة فيها في اللي كانت راحت علشان ترجع القلادة بتاعت عليا لإن باسل من أخوه عليا يعني من حبه لفي سرق القلادة بتاعت أخته عليا علشان يديها هدية لفي وساعتها رفضت لكنه أصر وساعتها جات رئيسة الخد يمين وقالت لفي إن هي عايزاها فارتبكت ومعرفتش إنها تقلع القلادة من رقبتها فاضطرت تمشي بيها وقالت إنها هترجعها وبتروح الحفلة بالقلادة دي هي وخطبها أو حبيبها دا لكن بترجع تاني علشان ترجع القلادة لإنها مش بتاعتها ولما بترجع كانوا بالشكل دا يعني جواد وعاليا كان في وضع حميمي بتحاول عاليا إن هي تقرب من جواد وتستعيد ذكرياتها الأديمة معاه وتقولها على الحب الأديم اللي بينهم لكن كانت مستخبية فيه في جنب لإنها كانت عايزة ترجع القلادة ولما لقيتهم دخلوا عليها كانت مستخبية ولما جواد شافها على طول أول ما بصوا ناحية الصوت داير وشه داير وشه وقال لي علي مفيش حاجة مفيش حاجة وطالوا على البلكونة علشان خاطر ما يكشفش فيه هو شايفها قبل كده وشايف برائطها وحب إن هو يعني يدري عليها وهنبدأ برضو نتعرف على أم الدكتور جواد فياض وعلى عمت علياء هنبدأ نتعرف على كل الشخصيات دي وعاليا لما بتجهز وتروح الحفل كل دا هيكون إن شاء الله في أحداث الحلقة الأولى وفيها هتكتشف سر من أسرار البيت لما بتروح وتركع القلادة دي ومن دام الأسرار اللي هتكتشفها إن عليها بتحب دكتور جواد فياض وإن ابنهم ماضي من زمان عايز أقول لكم برضو إن عليها هتطرد عائلة في كلها أبوها وإخوتها كلهم من الأسر وبالفعل حيروحوا ويعودوا عند أختهم المتجوزة لكن جزها مش هيستحملهم في البيت ولها أخت كل ما تحمل تجهض فحنشوف طبعا مفاجأة قوية جدا في أحداث المسلسل وده إن شاء الله اللي هيحصل في أحداث الحلقة الأولى وحنشوف في ويرجعها للأسرار علشان ترجع القلادة وكمان اكتشفها لأحد أسرار البيت الفيديو بيخلص ربي كنا لإعجابكم وفي كلمتكم عن أحداث وشخصيات المسلسل ودي إن شاء الله هتكون في الحلقة الأولى يارب الفيديو يكون عجبكم اشتركوا عندي في القناة واستنوا جميع الحلقات قبل عرضها أشوفكم على خير في فيديو جديد وتمنى تشتركوا في القناة وتستنى كل جديد من القناة وكمان تفعلوا جرس باي باي